في هذا الإصحاح أحباء بيتكلم عن يحنى المعمدان يحنى المعمدان كان موجود في السجن وطبعاً الهيرودوس أنتيبس كان بعير يحنى المعمدان وأكيد كان بيتكلم على يسوع يحنى كان موجود في السجن أرسل تلميذ حتى يسألوا يسوع أأنت هو أم ننتظر آخر فالرب يسوع صنع معجزات عديدة وقال اذهبا واخبرا يحنى بما تنظران وبما تسمعان وابتدى يقول العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعثر فيها وبعدين يتكلم عن خدمته عن المدن اللي هي حول بحيرة الجليل حول بحيرة طبرية وهذه المدن رأت معجزات قوية وعظيمة جدا ولكن للأسف كثير من الناس لم تتب حتى بقوة المعجزات اللي شفوها من الرب يسوع المسيح فالرب يسوع المسيح تنبأ على هذه المدن وقال ويل لك يا كرزين ويل لك يا بيت صيدة ويل لك يا كفر نحوم وتنبأ عن كل المدن اللي موجودة حول بحيرة طبرية وهذه المدن أحبة انهدمت وما زالت مهدومة حتى يومنا هذا اندل على الشيء بدل على صدق دعوة المسيح ومصداقية رسالته وبتدل أيضا أن الله ساهر على كلمته لجريها اشتركوا في القناة